السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أنا رهام زورة وأحييكم واليوم إن شاء الله رح نتكلم في فيديو جديد بتكلم عن موضوع كتير مهم هاي الدوكومنتس اللي موجودة عندكم على سواء كانت في أجهزتكم على الدفايس الخاصة باللابتوب أجهزة الحاسوب أو سواء كانت على الآيفون فهذه كتير مهمة سواء كانت فوتو، فيديو، فايلات موسيقى كيف ممكن أنا أعملها ترانسفير من جهاز الآيفون لجهاز الكمبيوتر تبعي طبعاً هذا كله يتوب الويروس شغال فبس انت بحاجة لبي سي وآيفون وبتحتاج لشبكة نتورك واي فاي ومن خلاله بتقدر تعمل الترانسفير بكل سهولة ويسر بس في قبل ما نبلش الفيديو ونشوف كيف ممكن تعالوا وما عليكم أمر تعملوا اشتراك بالقناة ضروري تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شي جديد وتكتبوا لي في الكوممنس إذا أنتو بتعجبكم الفيديوهات هذه ولا لا فهيا بنا ننطلق فيلا معاً كلنا سوا تعالوا نتعلم سوا كيف ممكن أعمل الترانسفير أو نقل للملفات من جهاز الهاتف الخاص بي لجهاز الحاسوب أو جهاز الكمبيوتر أو العكس من الكمبيوتر إلى جهاز الهاتف الجوال بتطلب مني أني أروح على الـ CMD اللي هي الشاشة السوداء اللي بتشتغل من خلالها بعمل الكممنس تبعتي المقطوبة طبعاً بشغلها كتير ضروري أني أشغل الكممند وبعدين بروح بتطلع عندي الشاشة السوداء بروح بكتب الكممند اللي من خلاله بقدر أعمل تكوين أو خلق أو إضافة أكاونت جديد لوكالي على الجهاز طبعاً باستخدام هذا الأمر نت يوزر بين دبل كوتاشن بحط ترانسفير وهذا اسم الأكاونت اللي أنا خلقته وبعدين بحط الباسورد المطلوبة اللي هي 123 طبعاً هذه الباسورد لا ينصح باستخدامها بس أنا لأنه مستعجلة فعملت الباسورد ولأنه كمان هذا الأكاونت لوكال بجهاز الخاص فبعدين بعمل آد فهذا معناته أنه هلأ أنا قمت بإضافة يوزر اسمه أو أكاونت جديد اسمه ترانسفير بعدين إذا حبي أنه لأقدام أعمل ديليت لهذا الأكاونت نفس الكماند أو نفس الأمر بس بدل ما أحط آد بحط ديليت طبعاً هلأ خلينا نشتغل على اللوكال أكاونت أو اللوكال يوزر أكاونت ونضيفه من أول وجديد فطبعاً هلأ ضفنا الأكاونت عندنا هلأ بحتاج مني أني أعمل اكريات أو أعمل فولدر جديد على الدسكتوب أو whatever wherever أنت بتحبي أو أنت بتحبي أنك تحط هذا الشيرد فولدر شرط أنه يكون شيرد فولدر وليكن على أساس أنه جهازي الآيفون يقدر طبعاً باجي بعمل كريات لهذا الفولدر وباجي على أساس أنه أعمل شيرد أكاونت فبروح بختار سيلكت الفولدر وبختار طبعاً بطيله لإسم المناسب وسميته أنا أيضاً ترانسفير وبعدين باجي بعمل كريات بعمل من الترانسفير بزر اليمين بختار على التاب اللي هي اللي ها علاقة بالشيرينج وأروح على إضافة أو بقدر من خلال هون أني أحدد من الناس اللي بقدروا يشوفوا هذا الفولدر وأكتب الترانسفير اللي هو الأكاونت اللي أنا عملته لكرياشن قبل شوية معاكم والحين بقدر إني أضيفه وطبعاً من خصائصه إنه يقدر أعطيه المزايا اللي بتخصه اللي هي ريد ورايت بعد ما عملتله أعطيته بروح على إنه نعم موافق وبروح على إنه 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 وبعطيه كمان إنه إنشيك على أساس إنه نعطيه كل الأوبشنز اللي من ريد ورايت والفول أكسس أو الفول كونترول وبعدين بروح على آد على أساس إنه بقدر من خلال إنه user account اللي أنا ضفته أقدر أعطيه على نظر permission فبعطيه إنه بقدر يشوف الshared folder اللي أنا حطيته وبعدين بقدر إنه عطيته permission وخلصت منها وحاليا حيقدر this will allow حيمكنك إنه تحط الفايلات من خلال إنك عندك full control من read وwrite هلأ بعد ما خلصنا من هذا الموضوع لcreation للshared folder والpermissions اللي أعطيتها عملنا setup للshared folder وبعدين عملنا الpermissions المطلوبة هلأ مفروض إني أفتح الcommand على المرة ثانية بعدين هلأ بنا نحن نعرف الip address الكمبيوتر اللي هو على الـ local network اللي إحنا عليه فعندي هذا الcommand اللي أنا هستخدمه ipconfig find ipv4 وهذا هو الip address تبع الجهاز اللي أنا رح أشتغل عليه هلأ أنا بروح على جهاز الآيفون بعد هيك ومن خلاله بقدر إني أفتح في عندنا file apps الموجودة عندنا على سطح المكتب بجرد ما إني أفتحه بتقدر إنك تشوف أي application icon بننزل هون تحت شوي بروح على الزر اليمين بختار إنه أنا عايز أعمل connection على server معين وبعدين أو على أساس إنه أحط الip address سبع الجهاز اللي بدي أشبك عليه اللي هو local pc تبعي وبحط server ip address اللي هو 192 168 217 مجرد بحطيته بعمل connect وبعدين باجي إنه أنا how to I want to connect فبكون أنا as registered user طبعا so I can أحط الاسم اللي أنا بدي أفوت عليه على هذا الجهاز على هذا الip اللي هو transfer اللي هو local account address اللي أنا خلقته قبل شوي على الجهاز وبعدين بحط الpassword اللي هي 123 بمجرد ما أجي أعمل next حافوت على السيرفر وبقدر أشوف shared folder اللي أنا خلقته اللي اسمه transfer وجرد ما أفتحه طبعا هو فاضي فأنا إذا رحت هلأ على جهازي و و حطيت عليه data وجرد ما أشبك عليه من الموبايل راح ألاقي الشغلات اللي أنا بدي أشوفها من وإلى حلأ قدرنا نعمل connectivity ما بين جهازنا جهاز الكمبيوتر وجهاز الآيفون اللي خاص فينا طيب هلأ فينا نبدأ نعمل transferring ما بين PC ما بين جهاز الحاسوب طبعا هنروح على جهاز يعني الجهاز الآيفون تبعي هاختار الصور اللي بدي إياهم بعمل select للصور اللي بدي إياها وبعدين بروح معملها share وديها مجرد معملها share بروح على آخر إش عندي في الجهاز بروح save to files لما من أجع في save على to files بروح بلاقي رقم أو ال IP address تبعي موجود وتحتي folder اللي هو shared folder تبعي وبحط بفتحه بحط save في هذا المكان ومجرد بعدين ما أروح على نشيك إذا كان فعلا صار للترانسفير ولا لا ما أروح على shared folder الموجود على الجهاز فبلاقي الصور موجودة هناك طيب هذه الطريقة اللي من خلالها بتقدروا تعملوا عملية الترانسفير لفايلاتكم من وإلى جهاز الحاسوب أو العكس طبعا حتى بالطريقة إذا بدأت تاخد من اللابتوب طبعك أو من جهازك ممكن وتشوفه على الآيفون نفس الأشي بتاخد الصورة أو الفايل وبتحطه على shared folder للترانسفير وبعدين على جهازك في الآيفون بتروح على الفايل وبنفس الطريقة بتروح على السيرفر طبعك اللي موجود بتعرف بتفتحه وبتلاقي shared folder موجودة هناك ترانسفير وبتلاقي الصورة أو الفايل موجود طبعا هذا الفايل لازم هتقدر تفتحه لكن لازم تعمله saving على جهازك الآيفون على عشان يكون عندك على الجهاز مخزن وتقدر تشوفه بعدين مرة تانية أو تالتة ورابعة إذا كان يهمك أنك تكون عمل له save طبعا هذه الطريقة أسهل طريقة ممكن اتمكنكم من عملية نقل الملفات من وإلى جهاز من جهاز الكمبيوتر إلى الآيفون والعكس طريقة كتير سهلة طريقة جدا جميلة الأوامر فيها كتير بسيطة وهذا يعني فعلا يعني شكرا للأبل إنها عطتنا هذه المساحة إننا من خلالها نقدر نعمل ترانسفير لفايلاتنا بسهولة ويسر ولا تنسوا قبل بعد هذا كلياته تعملوا تسجيل في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر جرس التنبيهات على أساس إنه شو اسمه على أساس نقدر أن نقدر نوفيكم بكل ما هو جديد وشكرا لإلكم وإلى اللقاء مرة أخرى في فيديوهات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته